أصدرت اليوم هذه النشرة الجوية الخاصة التي سأقول بأنه سوف تكون تساقط التلجية على مستوى العملات والأقليم الحوز شيشواء الزلال بن ملال تنغير ميدلت إفران خنيفرا صفرو تازا توريرت قرسيف فقيك وتارودانت ووارزازات وتنغير الرشيدية وبولمان إذن في هذه العملات والأقليم التي قلناها سوف تكون تساقطات تلجية من الأربعة 25-11-2021 إلى يوم الجمعة 27-11-2021 وسوف يكون الطاقس بارد على مستوى الحوز شيشواء الزلال بن ملال تنغير ميدلت وإفران حيث ستظهر واحد درجة الحرارة ما بين ناقص 3 وناقص 7 والدرجة العلوية ما بين 3 و 8 درجات أما بالنسبة لخنيفرا صفرو تازا توريرت قرسيف فقيك تارودانت وارزازات فستظهر واحد درجة الحرارة ما بين 2 وناقص 3 درجات والدرجة العلوية ما بين 8 و 13 درجة يعني سوف يكون الجو بارد جدا إذن كما قلنا في تنغير والرشيدية الجرادة الحسيمة وبولمان كذلك وهذا من الخامس 26 في شهر 11-2021 إلى السبت 28 شهر 11-2021 وسوف تكون رياح قوية المستوى برتقالي على مستوى العملات والأقليم بركان بولمان فقيق جرسيف جرادة ميدلت ناظور وجرادة أنجد وتوريرت يوم الخامس 26 نوانبير 2021 إذن هذه النشرة الإنذارية الخاصة أصدرت اليوم الثلاثة 24 نوانبير 2021 على الساعة الواحدة وتسعة عشر دقيقة إذن هذا بكل ما أتى في هذا النشرة الجوية الخاصة لا تنسى الاشتراك في القناة إذا كنت أول مرة تزور قناتنا ولا تنسى الضغط على الزر جيم لكي يصل هذا الفيديو إلى أكبر عدد من الجيمات ووضع سهلتكم وتعليقكم لكي نجيب عليها وإلى فيديو آخر إن شاء الله شاركوا هذه النشرة الجوية مع أصدقائكم كي يأخذوا الحذر من هذا الجو المختلف وإلى فيديو آخر إن شاء الله شكرا